بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من ولا حياكم الله و أهلاً و سهلاً بكم إخواني الطلاب و أخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة الفقه أسعد و أشرف أن أكون معكم و بينكم في هذا الدرس و الذي سيكون بإذن الله تعالى عن أوقات النهي عن الصلاة و كما عودناكم و قبل بداية كل درس أن نستذكر و نسترجع معكم ما أخذناه في الدرس الماضي و سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاة أحسنتم نعم عن صلاة التطوع و أبرز العناصر التي مرت معنا في هذا الدرس هي أولاً أنواع صلاة التطوع و ذكرنا أن هناك أنواع كثيرة لصلاة التطوع منها السنن الرواتب و منها الوتر و منها كذلك صلاة الضحى و ذكرنا أيضاً في هذا الدرس أن السنن الرواتب هي إثنتى عشرة ركعة و أنها تفعل مع الصلوات المفروضة و يوضحها هو حديث النبي صلى الله عليه و سلم التي روته أم حبيب رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صلى في يوم و ليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ثم فصلها النبي صلى الله عليه و سلم فقال أربعاً قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل صلاة الفجر و ذكرنا أيضاً أن الصلاة المفروضة التي ليس لها سنة راتبة لا قبلية ولا بعدية هي صلاة أحسنتم هي صلاة العصر و أن جزاء من حافظ على هذه السنن الرواتب فإن الله عز وجل يبني له بيتاً في الجنة و أيضاً مر معنا في هذا الدرس صلاة الوتر و أن صلاة الوتر هي التي تؤدى أو وقتها يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر و أن أقلها ركعة و أن أكثرها إحدى عشرة ركعة و أن حكمها سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه و سلم أو لقول أبي هريرة رضي الله عنه أو صاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر و ركعتين الضحى و أن أوتر قبل أن أنام و أيضاً مر معنا في هذا الدرس صفة صلاة الوتر و أن لها صفات متعددة فمن هذه الصفات أن يصلي ركعتين و يسلم ثم يصلي ركعتين و يسلم أي مثنى مثنى ثم يختم بواحدة و أيضاً من الصفات أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة أو أن يصلي ثلاثة ركعات فالوتر لها عدة صفات وردت عن النبي صلى الله عليه و سلم و أن الوتر يشرع في الوتر الدعاء و هو بعد الرفع من آخر ركعة في صلاة الوتر فله أن يدعو و أن هذا الدعاء يسمى بدعاء الأحسنتم بدعاء القنوت و أن مما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الدعاء أنه كان يدعو اللهم اهدني في من هديت و عافني في من عفيت و تولني في من توليت و بارك لي فيما أعطيت إلى آخر الدعاء و أيضاً يجوز له أن يدعو في هذا الموضع بما شاء و بعد أن تعرفنا على أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي ننتقل الآن إلى درسنا اليوم و هو فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة في أوقات النهي عن الصلاة في الدروس السابقة تعلمنا وجوب أداء الصلوات المفروضة و في آخر درس أي قبل هذا الدرس تعلمنا صلاة التطوع و ما يتعلق بها من أحكام السؤال الآن يقول فمتى يكون أداء الصلاة منهياً عنه؟ و السؤال الثاني ما الصلوات التي تستثنى من هذا النهي؟ هذا أو هذان التساؤلان سنعرف إجابتهما من خلال درسنا اليوم دعونا الآن ننتقل إلى الدرس الأوقات التي ينهى أو ينهى عن الصلاة فيها لا شك أنه يستحب لنا الإكثار من صلاة التطوع فصلاة التطوع تزيد الإيمان عند الإنسان وترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى وتكثر من الحسنات وتحط من الخطايا والسيئات فصلاة التطوع بصفة عامة مندوب إليها و يستحب الإكثار منها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بل ندبنا إلى أن نحافظ على هذه الصلوات أو صلوات التطوع من السنن الرواتب و من صلاة الوتر و من صلاة الضحى و من النوافل بصورة عامة إلا أن هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها و المقصود بالصلوات التي ينهى عن الصلاة فيها هي الصلوات النوافل أي التطوع أو النافلة التي يفعلها الإنسان من دون سبب سيأتينا بإذن الله بعد قليل ما هي الصلوات المستثنى سواء من الصلوات الواجبة أو من الصلوات المستحبة أول هذه الأوقات التي نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها صلاة التطوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى طلوع الشمس و ارتفاع الشمس قدر رمح في رأي العين و من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح تقريبا في وقتنا الحالي يقدر بربع ساعة أي بخمسة عشر دقيقة تقريبا فهذا الوقت من بعد أن يؤدي الإنسان صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح هذا الوقت وقت نهي وقت نهي عن صلاة التطوع بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن هناك سبب للصلاة بعد صلاة الفجر فلا يصلي بل ينتظر في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس قدر رمح و قد قلنا لكم أن هذا الزمن ما بين طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح يقدر تقريبا بربع ساعة أي بخمسة عشر دقيقة تقريبا فينتظر حتى ترتفع الشمس ثم بعد ذلك يجوز له أن يصلي إذن هذا هو الوقت الأول المنهي عن الصلاة أو صلاة التطوع فيه الوقت الثاني عند توسط الشمس في السماء حتى تزول فالشمس إذا جاءت في كبد السماء أي توسطت في السماء و قبل زوالها فهنا وقت من أوقات النهي فهذا المقدار ما بين توسط الشمس في كبد السماء إلى الزوال يقدر تقريبا بعشر دقائق تقريبا بعشر دقائق أي كون الشمس في وسط السماء تماما أي أن الشمس بشكل عمودي في السماء فهنا يكون وقت من أوقات النهي أن يصلى في صلاة التطوع و قلنا لكم أن هذا الوقت يقدر تقريبا بعشر دقائق أي ما قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق فهنا يكون وقت النهي الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي فيه الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أي من بعد أن تؤدي صلاة العصر إلى غروب الشمس فلا تصلي فيه النوافل حتى تغرب الشمس إذن عرفنا الآن أوقات النهي عرفنا الآن أوقات النهي الثلاثة التي نهينا عن صلاة التطوع فيها فالأول ما هو من بعد صلاة أحسنتم من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها أحسنتم قدر رمح أي تقريبا مع ارتفاعها أو بعد ارتفاعها بربع ساعة تقريبا الثاني عند توسط الشمس عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول حتى تبدأ في الزوال ويدخل وقت الظهر وذكرنا أنه يقدر تقريبا هذا الوقت في عشر دقائق وأيضا الوقت الثالث من بعد بارك الله فيكم نعم من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إذن هذه هي أوقات النهي التي نهينا أن نصلي فيها النوافل المطلقة النوافل المطلقة وسيأتينا بعد قليل ما هي الصلوات التي يجوز أن نصليها في أوقات النهي قبل أن نعرف ما هي الصلوات دعونا الآن في هذا النشاط نصنف الأوقات التي أمامكم في هذا النشاط إلى قسمين أوقات ينهى عن الصلاة فيها وأوقات لا ينهى عن الصلاة فيها فقبل أذان الفجر قبل أذان الفجر هو من الأوقات أحسنتم نعم هو من الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها قبل صلاة العصر رائع نعم هو كذلك من الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها قبل أذان المغرب أحسنتم أحسنتم نعم من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها لأن من بعد العصر وحتى تغرب الشمس أيضا بعد صلاة العشاء أحسنتم من الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر أحسنتم نعم من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها قبل أذان الظهر أحسنتم نعم من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها لأنه قبل الأذان تقريبا بعشر دقائق تبدأ الشمس تكون في وسط السماء قبل شروق الشمس أحسنتم نعم من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ووسط الليل أحسنتم من الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها وبعد صلاة الظهر أيضا كذلك من أحسنتم من الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها بعد أن تشاركنا سويا في حل هذا النشاط دعونا الآن ننتقل إلى هذه الفقرة والتي سنعرف فيها الصلاة الجائزة في أوقات أنه الصلاة الجائزة في أوقات أنه من الصلوات الجائزة في أوقات أنه قضاء الفرائض الفائتة سواء فاتت بسبب نوم أو نسيا فمثلا لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر نسي صلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر وصلى العصر وانتهى من الصلاة نحن عرفنا الآن قبل قليل أن ما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس هو وقت للنهي وقت للنهي لكنه بعد أن انتهى من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى تغرب الشمس لأنه وقت نهي؟ أو أن يصلي مباشرة؟ ما رأيكم إخواني وأخواتي؟ نقول أحسنتم نعم يصلي مباشرة لماذا؟ لأنها فريضة لأنها فريضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصلي متى ذكرها؟ فيصلي مباشرة ولا ينتظر حتى تغرب الشمس ولو كان في وقت النهي لأنها فريضة ويجب عليه أداؤها ويجب عليه أداؤها إذن قضاء الفرائض الفائتة سواء أكان قد نام عنها أو قد نسيها فيصليها متى ذكرها سواء أكان في وقت نهي أو في غير وقت النهي النوع الثاني من الصلوات الجائزة التي يجوز أن تصلى في أوقات أنه صلاة ذوات الأسباب صلاة ذوات الأسباب ومعنى ذوات الأسباب أي أن هذه الصلاة حصلت بسبب حصلت بسبب من أمثلة ذلك تحية المسجد فتحية المسجد لها سبب أنه إذا دخل المسجد فينبغي ويسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس للحديث الوارد في ذلك إذن فصلاته هنا لتحية المسجد هي من أجل سبب موجود وهو أن هذه الركعتين هي تحية للمسجد إذن وجد السبب فإذا وجد السبب جاز له أن يصلي مع أنها صلاة تطوع وليست صلاة واجبة ومع ذلك جاز له أن يصليها في أوقات النهي لأنها ذات سبب فمثلا لو دخل المسجد بعد أن صلى مثلا صلاة الفجر وانتهى ثم خرج ثم عاد إلى المسجد قبل طلوع الشمس فيجوز له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد أيضا من الصلوات ذوات الأسباب صلاة الجنازة صلاة الجنازة وهي تصلى لسبب إذا حصلت وفاه فواجب علينا أن نغسل هذا الميت وأن نكفنه وأن نصلي عليه ثم ندفنه في القبر إذن فصلاة الجنازة أيضا وجدت لي أو أنها سبب فيجوز أن تصلى في أوقات النهي يجوز أن تصلى في أوقات النهي كذلك من هذه الصلوات ذوات الأسباب ركعتين الطواف ركعتين الطواف فلو طاف الإنسان مثلا بعد العصر وانتهى من الطواف قبل أن تغرب الشمس فهنا له أن يصلي ركعتين كما هو معروف في صفة العمرة وكذلك في الحج أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فيجوز له أن يصلي أن يصلي هاتان الركعتان ولو كان وقت نهي لوجود السبب أيضا من هذه الصلوات ذوات الأسباب صلاة الكسوف إذا حصل كسوف للشمس أو خسوف للقمر ولو كان هذا الكسوف مثلا حصل بعد صلاة العصر فيجوز أن تصلى صلاة الكسوف لأنه وجد لها سبب وجد لها سبب وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر أيضا من الصلوات الجائزة في أوقات النهي قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقضاء سنة الفجر يجوز أن يقضيها الإنسان بعد الصلاة لو فاتته سنة الفجر القبلية لم يستطع أن يدرك أن يصلي ركعتين أي سنة الفجر قبل صلاة الفجر فيجوز أن يصليها بعد الصلاة قضاء لماذا؟ لأن لها فضل عظيم وقد ورد فيها الحديث أنها خير من الدنيا وما فيها فلكي لا يفوت هذا الخير العظيم على الإنسان جاز له أن يصلي ركعتين الفجر أي سنة الفجر بعد الصلاة ولو كان في وقت النهي إذن عرفنا الآن الصلوات التي تصلى في أوقات النهي فذكرنا أن من ذلك قضاء الصلوات الفائتة وهذا وجوبا أن يقضيها مباشرة متى ذكرها وصلوات ذوات الأسباب أي التي لها سبب وكذلك قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر بعد أن عرفنا الصلوات الجائزة في أوقات أنه دعونا الآن ننتقل إلى هذا النشاط ونتشارك سويا في حله دخل فواز المسجد لصلاة الفجر وإمام الصلاة يصلي الفجر فماذا يفعل؟ هل يصلي سنة الفجر ثم يدخل مع إمام الصلاة مع إمام الصلاة أو يكبر ثم يدخل مع إمام الصلاة ويصلي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة ذكرنا أحسنتم نعم ذكرنا أنه يكبر ثم يدخل مع الإمام أي لا يؤدي ركعتي الفجر وإنما يصلي الصلاة ثم إذا انتهى من الصلاة جاز له أن يقضي هاتان الركعتان بعد صلاة الفجر ولو صادفت وقت أحسنتم ولو صادفت في وقت النهي ننتقل الآن إلى التقويم ونريد منكم إخواني وأخواتي المشاركة في حل هذا التقويم السؤال الأول يقول ما أقصر أوقات النهي ما هو أقصر وقت للنهي من الأوقات الثلاثة إذا تأملنا الأوقات الثلاثة وجدنا أن أقصر وقت هو أحسنتم حينما تتوسط الشمس في وسط السماء أو في كبد السماء لأن هذا الوقت الذي هو وقت توسط الشمس في كبد السماء وقت قصير يقدر تقريبا بعشر دقائق السؤال الثاني يقول أوضح حكم الصلاة في الحالات الآتية الأول نام أبو فهد عن صلاة العصري فأداها قبل غروب الشمس فهذا الفعل منه جائز أو غير جائز أو واجب أحسنتم نعم واجب يجب عليك إذا فاتتك الصلوات المفروضة أن تقضيها مباشرة ثانيا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فهل يجوز أن تصلي تحية المسجد؟ نقول هل هو جائز أو غير جائز أو مستحب؟ أحسنتم نقول أنه جائز أنه يجوز لك ذلك لأنها من ذوات الأسباب السؤال الثالث أرسم علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية صلاة التطوع هي التي ينهى عن أدائها في أوقات النهي نقول أحسنتم نعم عبارة صحيحة أما الصلوات المفروضة فلا ينهى عن الصلاة في أوقات النهي ثانيا يجوز أن تؤدى صلاة الكسوف في وقت النهي بارك الله فيكم نعم عبارة صحيحة لأنها من ذوات الأسباب ثالثا أطول أوقات النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحسنتم وبارك الله فيكم نعم صحيح فهو من أطول الأوقات النهي السؤال الأخير إذا كان يؤذن لصلاة الظهر الساعة الثانية عشر فمتى يبدأ وقت النهي الذي يسبقها نقول أنه يبدأ بالساعة الساعة الحادي عشر وأحسنتم نعم الساعة الحادي عشر وخمسون دقيقة أي قبل الأذان أو قبل هذا الوقت بعشر دقائق تقريبا إذن إخواني أخواتي أشكر لكم هذه المشاركات وهذا التفاعل الرائع والجميل وبذلك نكون قد انتهينا من درسنا وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وبإذن الله عز وجل ألتقيكم في دروس قادمة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته